بمناسبة سراميكا أحمد ياسر راية انتقل لСراميكا المطلع نحو هاي taka أحمد ياسر راية نحو أحمد ياسر راية من الأهلي إلى سراميكا ومن سراميكا شدي حسين إلى النادي الأهلي مم ماكذبة النادي النادي CAR سعر طيب وده كان هداف من الهدفين والراجل احترف وكلامنا كله انا كممكن اودي اعارة لان انت الفترة اللي جاية هتشوف مستوى شهادي مع حسام مع محمد شريف لك انا اتصغربت ان هو بايع ان هو انهائي اللي دي كان بالنسبة لي كانت غريب والمكسب الاتنين مكسب على فكرة النادي ايه شهادي مكسب للنادي الاهلي و احمد ياسد مكسب للسرميك لانه قبل ما يمشي وروح تركينا هداف الفرقة لك انا هداف الفرقة و هداف الدوري على ما اتصغر كانت خمساشر الهدف فكان فرق معهم لما كمان تجيب معا ابوكا لا انا شايف في رمضان ابي كام عنده خبرات شكري بقى كويس ناصف بس شكري وناصف الاتنين في نفس المكان باكلفت وباكلفت والاتنين كانوا اساسيين رجب نبيل مساك كويس احمد هاني برضو احمد هاني بعتقد ده بتاع الجيش عمر قلاوة ده العيب برضو انت بتخيل قوة من بورتو على الاعتقد قوة هجوم السراميكو الباطرة في احمد يا سرائيان وجين ابوكا وتحتهم محمد ابراهيم لا هو كان فيه ازمة بتقابل السراميكا السنة اللي فاتت ما عارفش كانوش عارفين يحلوها موجود شادي مع باسم مرسي مع محمد ابراهيم مع صالح الجمعة كان عندهم كمان شريف دابو شريف دابو كويس اول بس اتاهف وسط الناس دي اتظلم يعني الناس دي مش همين في عيدها فبدأ يغيروا طريقة اللعبة بقى شادي يلعب تحت الفرود نحية الشمال صحيح محمد ابراهيم ترحطه تحت الفرود مثلا نحية المين او بلاي ميكر فاصبح شادي بره بره التمنتاشر اللي هو اصلا بيجيد فيها ما يفعش لاب غير كده عشان تلعب اللعبة دي كلها مع بعض كانت ازمة كبيرة عشان كده كابتان احمد سامق عمل ايه فاركش المجموع شادي رحل الاهلي باسم رحل اسماعيلي صح صح محمد ابراهيم موجود صراح جمال اسماعيلي فاصبح بلعب كان بلعب الاول بطريقة اللعبة مش حبيبة او نوعية العيبة لازم تحطها في الملعب وغير لهم الطريقة فلما راحوا دول بدأ يشتغل بالسيستم بتاعه على الفترة اللي جاي صح لان في وقت وقتين اللعبة اللي موجودة معاك بتخليك تشتغل بالسيستم انت مضطار مضطارك تلعب بالسيستم ده تلعب بابوكة محمد اسرايان يعني فكرة الاتنين مهاجمين اللي هما الاتنين محطة الاتنين اللي بيقفل اوشان لو اصلا انت مش هتلعب اربعة اربعة اثنين الا اذا لو غيرت الطريقة اربعة اربعة اثنين خمسة تلاتة اثنين في الاخر هتلعب بفرودين يبقى لازم تلعب بدول كله انه فيش واحد فيهم بلعب تحت الفرود صح الا اذا إلا اذا اديت مهام لحمد ياسر انه الشغل زي ما بتشغل شادي يبقى تحت الفرود من اتجاه يبقى انتا كده فقدتوا جواة 18 هتهلكوا ما بين دفاع وهجوم والفرود القوي لازم تخليه على طول جواة 18 ما تشغلش كتير ما يجريش كتير ما تهلكوش كتير خليه قريب في التلت الهجوم على طول لكن لما تنزله يدافع ويهاجم يدافع ويهاجم هتهلك فمش يقدر يركز جواة 18 فممكن واحد فيهم بس ليلا ممكن متشاط معينة كده لما كنا بقى ضغط وعايز اكسب او انا مغلوب وعايز اتعادل